اشتركوا في القناة فتهدي الضياء لها يا قمر اتعشقها امرثيت لحالي فاجئت تشاركني في السهر اعزك اني مقيم الرحال فسيح الخيال البعيد النظر نقيم ونحسب ان نقيم وايامنا كلها في سفر وتخدعنا بهرجات الحياة فنصح على يومنا المنتظر هيا بدر عندي احاديث شتى سأنقول منها الاعز الاغر سأخبر عنها وفيها الوفاء وفيها الحنان وفيها الضفر وفيها الانين وفيها الحنين وفيها دموع تحاكي المطر كأنك تعلم منها الكثير وأنت تحيط ببحر وبر لقد عشت يا بدر دهرا طويل وعاشرت من اهلنا من غابا فقل لي بربك اخبرهم وأحدث بها خبرا عن خبر فأبدشت يا قل هذا الحديث وزد اتلاقا يسر النظرا وقال أتعني الرسول الكريم أتعني الصديق أتعني عمر أتعني الرجال الأمات الضلال وأحيو بهدي الكتاب البشر أقول وقد شهدت بقلتاي جليل المعاني وأسمى العبر أولئك من سطروا للعولى أجل الصفات وأعلى السير رسول أبي كريم الطباع وأصحابه حوله كالدرر تنام المعاني على طرفه وتصح على صوته في السحر شباب الهدى قد بنت أمتي عليكم من الأمل المنتظر سنوحا تقاوم عصف الظلام وتهزأ بالفسق أن نظر فهل أجعلتم لبنيانكم أساسا من الحق يأب الطرر ومن لذن الله في دربه كفه المحيم من كل شر يا عز على المرء ألا يرى شباب الهداية يأم الخبر ويكره قلبي دليل الخطى فتن بين الترابي محتقر فتنحطم الكفر أسلفه فحطمه الكفر لما هجر أبى أن يطبق إسلامه وكان على قمة تنحدر واشر المصادب يا إخوتي نبيل وقد كان من الأنظر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة